هو ليه القرآن نزل على العرب ليه منزلش في أمم أخرى زي الصين زي ناس تانية يعني ليه إحنا ليه ما هم برضو كانوا حضرت سبع تلاف سنة صينيين مثلا ممناس دي وشرق أسيا وكلام ده فليه فضلت الشيخ زي حدرك فضلت الشيخ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد الحقيقة هذا الملف الذي نتحدث فيه عن يسألونك في القرآن الكريم أيضا يمكن لأي إنسان أن يسأل في أي وقت والله سبحانه وتعالى ترك المجال للناس يجتهدون فيه ويفكرون ويبحثون أحيانا عن الحكمة وأحيانا لا يبحثون ربما تجد الحكمة من السؤال وربما لا تجد الحكمة من السؤال إنما الحقيقة بالنظر لكونه سبحانه وتعالى إله خالق للكون لا يسأل عن ما يفعل إحنا لازم نسلم بالقضية دي الأول بس القضية دي بيسلم عليها اللي زي حضرتك ولي زي اللي هم مؤمنين بقضايا القرآن ما عندهمش يشك في حاجة ولا أي حاجة فيبقى الرد علينا اللي زينا كده الرد علينا يتقلوا أن الله لا يسألوا عما يفعل يجيب بقى نبي صيني يجيب خاتم الأنبياء إنجليزي هندي مش قصتنا خالص يبقى لا يسألوا عما يفعل وهم إيه وهم يسألون طيب لكن برضو احنا محتاجين نبحث لما تكلمنا عن الروح ربنا قال ويسألونك عن الروح قال قل الروح من أمه وما أوتيته من العلم إلا إلا قليل يبقى ناخد طب القليل يعني فتحدنا مجال حتى ناخد القليل أولا الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يرسل نبيا خاتما لهذه الأمة فاختار يعني منتصف الكرة الأرضية وهي بقعة مكة المكرمة هذه منتصف نفس المسافات واحدة لغاية آخر الأرض من كل اتجاهات هذه المنتصف كذلك ها فعلا مقاس الكعبة موقع الكعبة بالضبط مع الدايرة بتاعة الكرة الأرضية هو في المنتصف بالضبط في نفس المكان بالضبط على كل مساحات أطراف في الكرة الأرضية هي في المنتصف بالضبط ده رقم واحد رقم اتنين ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسط لا هي متشددة أوي ولا هي متسهلة أوي يعني فيها شيء من أنواع الوسطية فاختار الله سبحانه وتعالى أمة العرب لما فيها من هذه الصفات القوية كمان اختار ربنا سبحانه وتعالى العرب وجعل القرآن بلغتهم لأن العرب عندهم من القوة ومن الشجاعة ومن صدق الحديث ومن صفات الأخلاق النبيلة ما ليس فيه غيرين من الأمم الغيرها في العرب احنا ما بنبصش العرب في أواخر الزمان أنا بكلمك على العرب في أول الزمان سواء كانوا قبل الإسلام حتى قبل الإسلام قبل الإسلام كان موضوع مختلف في عارض في عصر الجاهلي يعني تخيالي لما يباتوا ليلى كاملة العرب قدام باب النبي قدام باب النبي عشان حاجة واحدة بس عشان ما يتقالش إن العرب تصوروا البيت على محمد ومعه بناته بس فدي قوة قوة في الخلق مش أي وما يقدروا يفتكوا به ويقتلوا ويعملوا كل حاجة لكن في ضوابط كانت تمنعهم كانت تحجبهم كانت تنهاهم إذن اخترى الله العرب لهذه الأسباب وغيرها من الحكم الحاجة الثانية ربنا قال إن كلامه القرآن الكريم اللغة العربية هي لغة أهل الجنة فجعل القرآن الكريمة بلغة أهل الجنة التي هي اللغة العربية يبقى حيجيبوا فين حتة عند العرب وقال بقى إن أنزلناهم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فلا يمكن أن يفهم القرآن الكريم بمراضي الله كاملا إلا إذا كان باللغة العربية تعالي بقى تاني حتة يعني أقوى من ده كله بقى أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن باللغة العربية لكن جعل القرآن تأثيرا روحيا يؤثر على روح العبد أيًا كانت لغته يفهم القرآن أو لا يفهمه